السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان اهلا بكم في قناتكم النهاردة اجاب لكم فيديو جميل جدا ان شاء الله الفيديو هيجبكم تابعوا معايا الفيديو للنهاية كل اللي هنحتاجه حاجات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت وقبل ما ابدأ الفيديو كالعادة احب اشكركم على التعليقات الجميلة اللي فعلا بتسعدني وبتدعمني ان انا استمر في تنزيل المحتوى تعالوا مع بعض نشوف الفيديو بتاعي النهاردة كل اللي هنحتاجه طبقين واحد بلاستيك والتاني استيلس وهنحتاج برطمانتين اللي هو البرطمان الفارغ بتاع المربة او العسل طبعا حاجات موجودة في كل بيت هنجيب الطبق اللي استيلس وهندهنه بالطريقة ده اللي بندهنه ده كريم او فيزلين او ممكن معجون الاسنان تمام بس اللي انا بدهم بيه ده كريم يعني اللي هو الفيزلين مية يعني مش نشفة بحيس ايه سهل الدلماء هجيب لبرطمانة المربة بالشكل ده يفضل يا جماعة بس انا يعني نسيت شوية البرطمان دي لو عندك شمع حراري اه اه الحمها في الطبق من تحت يعني من تحت كده عشان ما تتحركش عشان الاسمنت لما فضيه ما يحركهاش او بحط حاجة تقيلة فوق علبة المربة لحد ما حد ما تثبت عشان الاسمنت ما يدخلش في علبة المربة من جوا الطبق البلاستيك هدهنه بنفس الطريقة طبعا زي ما قلت لكم ده فزلين هسبت اهو من تحت كده خليها كده وخلاص هسبتها بالشمع الحراري او هحط حاجة فوق علبة المربة من فوق سبتوا معنا ونشفوه بعد ما سبتوهم يعني تلات اربع ساعات كده ونشفوه بالطريقة دي اللي احنا شايفينها وهتتفك سميتوا شايفين بكل سهولة عشان حطينها فزلين اللي هو بيعمل عازل الاسمنت تمام هقلب الطبق الناحية التانية وهعمل نفس الخطوات اللي اعملتها دلوقتي برضو وبعد ما عملت وحطيت نفس الخطوات اللي عملناها في المرة الاولى اللي هو الاسمنت الباني وقلبناه هفكها بالراحة خالص بالراحة طبعا لو مفردتش مهاك هروح اعملها بالمية واجي لكم مية سخنة انا روحت اعملتها تحت الحنفية بالمية الدافية السخنة عشان برضو تفلت لانها سبتت تمام يفضل كل مرة تحط لها الفزلين لان المرة التانية لما حبيت تعملها ما هتطلعهاش ايه الفزلين قلت فيها بصنفرها كده لو في زيادة ولا في اي شيء بتصنفرها هنحتاج الزرال اللي هو كوميثرة اللي هو الزرال ده بتاع الاضاءة من عنده ايه كهرباي والدويل ولمبة صغيرة زرار الاضاءة ده رخيص يعني كله بعشرة دنيا والدويل بخمسة يعني العملية مش مكلفة خالص بسيطة جدا وعلى فكرة ممكن يكون الحيات دي كلها موجودة عندك في البيت كل واحدة عندنا انا كل الحيات دي عندي موجودة في البيت الا الزرار المفتاح تمام بجهز الاضاءة اي حد ممكن تعملها وصلناها مع بعض هنا بقى اهي اعاوز اركب المفتاح المفتاح هقطع سلكة في النص اي وصلة منهم توصيلة سهلة برضو يعني عشان تعرف برضو ازاي لو عاوز اوصل المفتاح ما بين الفيشة واللمبة تمام فاي سلكة بقطعها من النص وفي مكانين وصمارين هوصل سلكة من هنا والسلكة والسلكة التانية في الطرف اللي هو من اتجاهه التاني وخلاص الجميل اللي بيدعمني ان انا استمر في تنزيل المحتوى كده اللمبة بتاعتنا وصلت ايه وشغالة وشغالة وزي الفل شايفين ما فيهاش اي مشكلة الفكرة جميلة جدا وبسيطة جدا عاوز تدي دهان برضو لو عاوز تدهن البجرات اللي احنا عاملينها هذه تدي هنا بالدهان ماشي اللي هو الرش ماشي يعني بص انا نقلت لكم الفكرة انا وررت لكم الفكرة وانت بقى ابتكر واكترع فيها براحتك تمام يعني انا انا هي انت شفتها انت اعمل زود فيه اللي انت عايزه يعني انا وبعمل دي دلوقتي جات لي فكرة ثاني اللي هو سبيرتايا اننا ممكن اعملها سبيرتايا للقهوة والله انا وبعملها جاتي فكرة ان انا ممكن برضو استخدمها في حيطان سبيرتايا للقهوة قلت الفيديو الجاي ان شاء الله او اللي بعد اعملها لكم ازاي استخدمها كسبيرتايا للقهوة اعمل الشاي لو انت في مكان في الخلق في الزرع مسافر خروجات في رحلة ممكن استخدمها سبيرتايا تمام هاوريكم ازاي ان شاء الله في فيديو قادم فان الفكرة قدامك هي وانت فنن فيها براحتك وزود براحتك براحتك تمام هنا ابو جورة التانية هنعمل فيها ايه بها هنفتح فتحنا الفاتحتين على فكرة يعني انا فتحت الفاتحتين بتحت علبة المربة برطمنة المربة مش احنا واحدة مفتوحة من فوق والتانية اللي هي اللي من تحت مقفولة بتاعة علبة المربة بمفك بالراحة كده وفي مكان بعيد كده يعني من المكان بتاعك او على كرتونة او على اي حاجة كده بمفك كده بالراحة واضغط عليها اضرب عليها تكسر معاك بسهولة عشان ايه الاسمنت مسكها تمام وخلي بالك من ايدك عشان ما تجرحش نفسك تمام بالعزاز يعني براحتك خالص اهم حاجة سلامتك تهمنا سلامتك عشان ما تجرحش نفسك تمام وهنعملها بالشكل ده هندخل الداويل والوصلة جواها بالشكل ده واللمبة اهي بالطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي وسبت اللمبة في الاسمنت بالشامع بس مش فوق عنده اللمبة عشان ما تسخنش ما هك فوق من تحت تمام تحت واد الزرار بتاعنا بعد ما سبتناها ما تنساش اللايك بتاعكم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يسألكم كل جديد الابجرة حلوة اهي جاهزة جميلة شيك تحطاها في اي مكان بصوا شكلهم جميل جدا من صنع ايدك انت هتعملها بنفسك بالزرار بتاعها هي شغالة تحطها في قط النوم في الغرفة قط الاطفال في اي مكان بالزرار بتاعها اهي تانية اهي زي ما قلت لكم عاوز تديها اسبريل اللي هو الرشدهان ده براحتك اديها مفيش اي مشكلة براحتك شوفين انت عاوز تعمل اي وعمله بس هم حاجة زي ما قلت لكم تخلي بالكم لما اتي الحتة اللي من تحت بتحت المربة تخلي بالك منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر